هل تتفق مع من يقول أن الخطاب السياسي الآن الخطاب السياسي مرتبك وبدليل أنه أنت تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق وأنت تخاطبه من قم وتجتمع في قم وتقرر في إيران وآخرين يقررون في دول أخرى على البقاء يعني أنا ما شايف سياسي بهذا الشكل وليش هل سيصعد؟ زي أن دقيقة أسألك يعني واحد يبعد بالخليج ونادي بالبقاء وواحد يبعد في قم يطالب بالخروج زي أن هذا المدين ليش صار هذا الموضوع بعد قتل سليماني؟ ليش محجيته قبل سنة؟ موك سؤال؟ من حقي السؤال أعتبر نفسي بسيط فلات ما فهم بالسياسي صار لهما صار؟ أنا أسألك سؤال هذا مو إليك الجنابك إله للجميع القاعدين يقوم وينظرون وغيره أقول لأنت قبل واحد أكتوبر الأمريكان كانوا موجودين؟ لو موجودين الأمريكان؟ موجودين هو زيان بعد واحد أكتوبر من صار الثورة التشرين الحاد يوم مقتل سليماني أنت ليش محجيته بالموضوع؟ صار لهما صار إذن أنت تريد جامل دولة؟ يعني أنت ماذا تريد تقول؟ مجاملة أصبحت قضية ثأرية ثأرية ومجاملة وخوفا من نفس المصير اسمحها مني كل هاي القوة الميليشياوية والعصبوية كلها تخاف من نفس المصير طبعا هذا المصير راح يجيهم ترهاب وإحنا متحدثين به من سنة أكثر هذا المصير جايهم تعرف ليش؟ جايهم لإقامة العدل الإلهي الحقيقي مو عدلهم الإلهي المزيف جايهم لدماء الأبرياء اللي كانوا يتغنى ويتراقصون على رؤوسهم وقتلوهم جايهم لكل جريمة وخطيرة تكبوها مع بالك يعني تعتقد أنه إذا كانوا فعلا يدركون هذا فلماذا لم تتغير سلوكياتهم إلى الحد الذي يمكن أن يحموا أنفسهم هلسه هم هو ما يقدر يحمي روحا مو يحمي لشحب طبعا ليش بيفكر بطريقة بالطريقة التي أنت تفكر بها أنه السيل قادم لا أنا ولا جنابك مجرمين وقتل ناس وطنيين شرفها هذا الفرق بصراحة أقول لك يا تعرف ليش هو الآن ظهر محمل بوزر من الجرائم هو يعرفها مو غيرها هذا إذا تقول لتما أي واحد من عدم يقول لها تسوي لي قايمة حسابك اش قد كتلت راح يقول لك هل قد كتلت الفين ثلاثة ألاف صح لهم وصح يعرفوهم اش قد نهبت يقول لك نهبت لي مليارين ثلاثة اش قد خربت هي جي سويت ويا من اتآمرت حتى وياسرائيل تدري حدومت آمر اللي هم الآن يحشوا القدس والتحرير القدس حتى وياسرائيل حدومت آمر وسوف تكشف الأيام يعني هذا هذا هو واستمرار للمنهج ألا تعتقد أنه استمرار للمنهج الغبي الذي ابتدأوا به وبالتالي يوم المنهج قد يكون أشد غبان من الذي ابتدأوا به لأنه الآن هو احنا في مرحلة حسن لكن استمرار التلاهرات وتصاعدها هل سيؤدي إلى مزيد من الانشقاقات داخل كل سياسية هل دخلنا في هذا المشهد أم أننا ننتظر أستاذ نجم أولا هم الآن في الأقبية معظمهم الله أحكي لك وقحموا في الأقبية خاتلين معظمهم خصة اللي يعرفون نفسهم مطلوبين للشعب العراقي واللقوى العالمية مطلوبين يعني استراحة والله مستراحة حتى تليفوناتهم سادية تدري صارهم عشر تيام ما يقدرون يعقدون الاجتماع سياسي قبل تذري كل ربع ساعة طلعنا يهم بالتلفزيون بعد ما يقدرون خلصة القضية أولا أزمة ثقة كبيرة حالة رفض شعبي ما موجودة عبر التاريخ ثالثا حالة رفض دولي لهم ما بقى عندهم تخلي من إيران والآن تفاوضات تذري جوى الطاولة موسطين دول عربية وموسطين تركية وكذا يا ببلك الجماعة إيران هذا اللي خوفت العالم وتالي الشمر تانكيات ما للفيزمة ما للجيزارات موسطين موسطين هاي قدرت ترى ليجيك واحد يقول لك يكون منظرين لأسف شمعتم عساس محللين استراتيجيين والله هالصواريخ سووه لا لا موت تمثيلية هاي قدرت أمريكا هاي قدرت إيران أنا هاي شفتهم الواقع صحيح فهم كانوا رهنون على رد مزلزل الأرض وبالتالي أمريكا رح تنهزهم وهم ينتصرون يسيرون الامبراطورية تعتقد أمريكا ستكرر نفس المشهد الذي حصل مع سليمان نعم نعم وبالقريب العاجل لأي شخص متهم بالأرهاب أي شخص متهم بالأرهاب نعم أي شخص متهم بالأرهاب شوف اسمه مهما يكون عنوانه ومشرط داخل أراضي العراقية سوف تمتد أمريكا لتنفذ ذلك حتى في الأراضي الإيرانية والإيرانيين يعرفون ذلك يعني الآن الآن أكو صور فهذا مو عبالك حد شيء لا 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 هذا لأننا نقرأ السياسة الأمريكية ولذلك الولد خاتلين نعم خاتلين وتقول لي الآن ما بيتم أي مبادرة شوف هم الآن عبارة عن صدى لصوت حتى هذا الصدى مع الصوت صار مبحوح تشايف واحد صار لمسبوع عشر تيام سامع لك واحد منهم أكيد أن تتابع ماكو ماكو ليش ماكو تعرف ليش ما صار عندهم ثقة بالدوارة المحيطة بيهم أستاذ نجم تأكد ماكو الدارة المحيطة بيه لأنه قضية سليماني حطتهم أمام اختبار هذا الرجل المزلزل شو نحكي واحد يقول انباع مصايح نحكي أكلهم واحد يقول انباع واحد يقول من مطار دمشق واحد يقول من مطار بغداد صح لما مصاح واحد يقول لا يمكن واحد من السياسين تخلف عن المقابلة انتبه لها وما أجه هو يمكن مسؤول إذن هاي شي يكشف لك يكشف لك ماكو تراص ببياناتهم أنت تقول إيران تخلت عنهم الآن نعم في طريقة تام للتخلي شكرا